واسعة النطاق أن سجارة واحدة في اليوم كفيلة لأن تعرض الشخص لخطر الإصابة بأزمة قلبية يعادل نصف الخطر الناجم عن تدخين علبة من 20 سجارة تفاصيل أوفى مع المختصة في الملف السحي في غرفة أخبار الآن عبير عبدالله أظهر بحث طبي بريطاني أن تدخين سجارة واحدة يوميا يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بمعدل 50% وذكرت صحيفة بريطانية أن الرجال الذين يدخنون سجارة واحدة يوميا تزيد إصابتهم بأمراض القلب بنسبة 48% مقارنة بأولئك غير المدخنين كما تزيد نسبة إصابتهم بالجلطة الدماغية بمعدل 25% مقارنة بغيرهم ووجد الباحثون أن النساء اللواتي يدخن سجارة واحدة يوميا تبلغ نسبة إصابتهن بأمراض القلب بنسبة 57% وبالجلطة الدماغية بنسبة 31% وأكد الباحثون أن مضار التدخين أكثر مما كان متوقعا مما يعني أن على المدخنين العمل على الإقلاع عن التدخين بدلا من التخفيف من عدد السجائر التي يدخنونها يوميا وقال المعد الرئيس للبحث قد يكون الوضع كذلك على صعيد سرطان الرئة إلا أنه غير صحيح بالنسبة للأزمات القلبية والجلطات حيث أن سجارة واحدة تشكل 50% من خطر علبة كاملة في اليوم وأضاف ينبغي تاليا أن لا يتوهم المدخنون بأن عددا أقل من السجائر في اليوم أو حتى سجارة واحدة لا تحمل خطر كبير وعلى المدى الطويل موسيقى